أنا فجأت بأن أستاذ عمر دياب طلبني عن طريق أخوك أبقى المحامي بتاعك تخيل أنت بقى أن عمر دياب بطلبك تعملي مع برنامج تعملي مع حديث هيبقى ساعتك قدي قمة الزهو والفخر والساعدة طبعا 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 والتميز أنا رحت أقعد مع الأستاذ عمر تكلمنا خمس دايب الزبط خمس دايب الزبط خمس دايب الزبط تبقيت المحامي بتاع عمر دياب فلما نيجي نتكلم محامي عمر دياب لا لا حاجة يعني حاجة كبيرة جدا طبعا طبعا حاجة كبيرة جدا سأقول لك لي بقى قليلا لأن انت فيك ميزة أستاذ أشرف مهمة جدا ألا وهو أو ألا وهي إن حضرتك كاتوم جدا ودي أنا أشهد يعني أن المحامي كده دي ميزة المحامي صفة من صفاته مفترض أنها تكون صفة من صفاته بس مش كل المحامين مع الاحترام طبعا لا 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 صدقيني كل المحامين عندهم صفة دي زميلة وعرفهم كل المحامين عندهم صفة دي ماشي بس مش في درجة حضرتك آه بتفاول دعا بتفاول بس مش كلهم تعالب كمان يعني مش كلهم تعالب تعالب يعني تعلب لقب التعلب يمكن بنشوف لك كتير صور وشوفنا مؤخرا بقى صور وعلاقة بتربط بينك بتربط بينك وبين عمر دياب عمر دياب أطلق عليك لقب تعلب أنا يشرفني إن عمر دياب أطلق عليها لقب يشرفني بجد بجد يشرفني إن عمر دياب أطلق عليها لقب التعلب يعني عايز أقولك على حاجة يعني أنا حاس بالفخر فأول مرة كسبنا القضية أو كسبنا القضية كان تعليقه عادي ثاني مرة كان تعليقه عادي ثالث مرة قال لي أنت تعلب جملة تعلب دي من عامل دياب لا كبيرة جدا كوني ان عامل دياب الهضبة يطلع لقب على حد لا طبعا حاجة كبيرة جدا طبعا